اختيت من الصباح اليوم فعاليات التمرين التعبوي البحري المشترك فجر العواصف 20 الذي نفذه سلاح البحرية الملكي البحريني خلال الفترة من السابع عشر ولغاية الـ 21 من أبريل الجاري بمشاركة أسلحة ووحدات من قوة دفاع البحرين وخفر السواحل من وزارة الداخلية والحرس الوطني وذلك بحضور العميد الركن بحري الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة قائل سلاح البحرية الملكي البحريني واجتمل التمرين الذي يأتي في إطار برامج وخطط مرسومة تهدف إلى التدريب والتأهيل ورفع كفاءة جميع المشاركين على الإعداد والتخطيط للعمليات القتالية البحرية والعمل على رفع الجاهزية القتالية إلى جانب القيام بعمليات تدريبية على إجراءات القيادة والسيطرة كما تقوم القوات المشاركة في تمرين فجر العواصف بتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في الشأن العسكري البحري بأحدث التقنيات البحرية المتطورة لزيارة فعالية السلاح البحرية الملكي البحريني في مواجهة الحالات القتالية المختلفة ورفع مستوى وكفاءة منتسبيه ضمن استراتيجية التحديث والتطوير في مجال التدريب البحري التي تنتهجها قوة الدفاع من أجل تهيئة أرضية عسكرية صلبة لحماية الحدود البحرية ومكافحة عمليات الإرهاب والتسلل والتخريب وقد أثبت المشاركون في التمرين كفاءة عالية في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم بكل جدارة وإتقان وفقا لخطة التمرين وتحقيقا للأهداف المرسومة ترجمة نانسي قنقر